موسيقى طاب توقاتكم بكل خير المشاهدين الكرام وأهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة حضر موت الفضائية في المكلة والبداية بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الكويتي ويتسلم رسالة من أمير الكويت وزير الخارجية يبدأ زيارة لسلطنة عمان ويبحث مع الفريق السعودي استكمال تنفيذ اتفاق الرياضة وزارة الصحة تطلق تطبيقاً إلكترونياً للمطعمين ضد فايروس كورونا لتسهيل إجراءات سفر المواطنين ومن العنوين إلى التفاصيل أهلاً وسهلاً بكم استقبل رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له وسلم وزير الخارجية الكويتي الرئيس هادي رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح تتضمن الإشادة بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على موقف الكويت الثابت تجاه اليمن ودعمها ومساندتها في مختلف الظروف وأجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتطورات الإقليمية والدولية فيما يتصل بأوضاع اليمن وبحث فرص السلام الممكنة وأكد الرئيس هادي على عمق العلاقات الأخوية المميزة التي تربط اليمن بأشقائها في دولة الكويت في مختلف المراحل والمجسدة للحمة الواحدة في وجه التحديات مؤكدا موقفه الدائم نحو السلام والحوار وتنسيق المواقف والجهود لوقف الحرب مشيدا بمواقف الكويت التي تسجلها دوما مع اليمن ودعمها لتوافقه الوطني وشرعيته الدستورية من جانبي أكد وزير الخارجية الكويتي على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والتأكيد على دعم الكويت لليمن وقيادتها الشرعية ومرجعيات الحوار والسلام والقرارات الأممية ذات صلة لافتا إلى دعم الكويت للمبادرات السعودية لإحلال السلام في اليمن والتي قوبلت بإجماع وترحيب دولي عقد الفريق الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياضة برئاسة وزير الخارجية أحمد بن مبارك لقاءا مع الفريق المكلف من المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ الاتفاق برئاسة السفير محمد الجابرة لاستكمال تنفيذ الاتفاق وفي مقدمة ذلك الشق الأمني والعسكري واتفق الطرفان على ضرورة وقف جميع أشكال التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الحكومة إلى العاصمة الموقتة عدن لممارسة مهامها دون عراقيل وشدد الطرفان على همية تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض وبما يؤدي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية ومواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يبدأ وزير الخارجية أحمد بن مبارك زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها نظيره العماني بدر البوسعيدي وعددا من المسؤولين وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق الجهود المشتركة إذا قضايا المنطقة والدفع بالعملية السياسية في بلادنا حتى تحقيق السلام وتأتي الزيارة ضمن جولة يقوم بها وزير الخارجية للعواصم الخليجية لتعزيز العلاقات اليمنية الخليجية وتنشيط دور الدبلوماسية اليمنية مع المحيط الإقليمي والدولي أشهد وزير الداخلية إبراهيم حيدان بدور فرع مصلحة الإصلاح والتأهيل بساحل حضر موت في تأهيل نزلاء السجون مهنيا وحمايتهم من الانتكاس والعودة إلى الجريمة بعد قضاء فترة العقوبة والبدء في حياة جديدة في المجتمع ونقش وزير الداخلية خلال زيارة للسجن المركزي بساحل حضر موت سير أوضاع السجناء مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستدعي تكاتف جهود الجميع لتحسين أوضاع السجون ونزلائها واستمرار التنسيق بين أجهزة القضاء والنيابة ومصلحة السجون دشنا محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوارك فرج سالمين البحسني بالمكلة الدورة التدريبية النوعية حول أساسيات إنتاج التحقيقات الاستقصائية التي تنظمها مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبريت الألمانية وتستمر الورشة من الخامس وحتى العاشر من يونيو الجاري وتستهدف نحو عشرين من الإعلاميين والصحفيين العاملين بالوسائل الإعلامية وخريجي وطلاب قسم الصحافة والإعلام من محافظة حضر موت وتهدف إلى سقل قدراتهم ومهاراتهم الصحفية وتدريبهم على معارف الصحافة الاستقصائية وإنتاج التقارير الصحفية والتلفزيونية الاستقصائية وأكد البحسني أهمية عقاد مثل هذه الورش التي تعمل على تأهيل قدرات الصحفيين وتحسين إمكانياتهم في سبيل تقديم الرسالة الإعلامية البناء من خلال البحث عن المشاكل في المجتمع وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها وتصويب الأخطاء حاثا الصحفيين المشاركين في الورشة على الاستفادة والاستغلال الجيد من أيام الورشة وعكس الجوانب العلمية في ميدان العمل أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان تطبيقا إلكترونيا خاصا بالمطعمين ضد فيروس كورونا ويشمل التطبيق في مرحلته الأولى جميع من يأخذون اللقاح ضد كورونا حيث سيحصلون على شهادة إلكترونية عبر الجوال معتمدة على المستوى الدولي ويتمتع التطبيق بخاصية العمل في حال عدم الاتصال بالإنترنت ويرتبط بموقع وزارة الصحة وغرف العمليات بمكاتب الصحة بالمحافظات مما يسهل التعامل للمواطنين ويخفف الكثير من الجهد والوقت والتكاليف عليهم سواء كانوا مسافرين أو حجاجا أو من الفئات الأساسية المستهدفة باللقاح دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى بلادنا مارتن غرفث أطراف الأزمة اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار معربا عن شعوره بالإحباط جراء العوايق التي تؤخر تحقيق السلام جاءت تصريحات غرفث أثناء ورشة نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي أقامتها منصة شباب وعي بحضر موت بالشراكة مع مكتب المبعوث الأممي لدى بلادنا المزيد في سياق التقرير الآتي الكسب العسكري لا يأتي بالسلام أقول للطرفين رجاء كرسوا جهودكم لإحلال الأمن والسلام وليست لوجهات نظركم والحصول على أرض وسلطة فليمن لليمنيين المسالمين وليست لأطراف النزاع هكذا تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غرفث في إطار الجلسة النقاشية التي نظمتها منصة شباب وعي بحضر موت بالشراكة مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عبر تقنية الاتصال المرئي بأن كل جهودنا التي نعملها من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار على مستوى اليمن وهذا ما ستحتفنه لحقاً بأن هناك عوائق قد منعتهم هذه العوائق هي التغيرات العسكرية الطموحات العشوائية التي نجدها بين الطرفين وكلها وهذا الشيء واضح عندما أذهب إلى التفاوضات تأمشي الأمور بطريقة جيدة وفجأة تحدث حملة عسكرية في مأرب تتوقف المفاوضات وتعرفون هذا لا يحدث أكثر مني أنكم تعيشون الوضع فأجد أن ذلك فعلاً شيء فعلاً محمد وقال غريفث أن الوضع الإنساني في اليمن لا يشهد تحسناً وإنه كوسيق يوصل صوت الشعب للأطراف ودائماً يلام بالإنحياز ولم يتوانى غريفث عن مصراحة شباب وشابات حضر موت بمستوى شعوره الكبير بالإحباط جراء العوائق التي تعترض طريقه أمام جهود السلام أعتقد أن الوضع الإنساني في اليمن لم يتحسن لا يشهد تحسناً في اليمن طبعاً هناك اختلاف بين الشمال والجنوب ولكن كان لدي اجتماع مع صنعاء حول معظم الحزاب السياسية ونصف هنا كان من النساء فقلنا أن الوضع ربما يكون أسوأ من عدن حتى من صنعاء من هذا بسبب الوضع الإنساني هناك أشخاص يزدادون غناء وهناك الغالب يزدادون فقراً إذن في الوضع الإنساني هذا هو الوضع الإنساني في اليمن بل هناك تهديد وخطر لوجود مجاعة في اليمن الجلسة النقاشية استمرت لأكثر من ساعة ونصف قدم خلالها المبعوث العموي إجابات اتسمت بالصراحة والوضوح للشباب اليمني عن واقع البلاد وآفاق السلام والحرب ودور اللاعبين فيه من الأطراف المتنازعة فعاليتنا اليوم تهدف لتحقيق هدف من أهداف المؤسسة والمنصة وهو إيجاد مساحة آمنة للشباب للتعبير وإيصال أصواتهم للمجتمع الدولي بشكل مباشر فعالية اليوم تمت بالتنسيق المباشر مع مكتب المبعوث الأممي لدي اليمن ومؤسسة وعي والحمد لله استضفنا المبعوث الأممي لدي اليمن استمع لشكاوي لأسئلة لأستفسارات الشباب التي كلها تصب في إيجاد حل للسلام في اليمن الجلسة اليوم مع مارتن كانت جلسة مهمة جدا للشباب وجدنا هنا تواجد كبير في مدينة المكلة كذلك تواجد في مدينة سيئون الدلالة على هذا التواجد الكبير أن هناك اهتمام كبير من قبل الشباب لمعرفة مفهوم السياسة التي تعيشها اليوم اليمن والأزمة الإنسانية والسياسية التي تعيشها اليوم اليمن كثير من التساؤلات طريحت حول الشباب حول المرأة حول الأسئلة العامة التي يعني تجول في خاطر كل شاب نجد هناك أزمة الغذاء أزمة العواتب أزمة البحر وأزمة المنافذ كل هذه الأسئلة طريحت من قبل الشباب كذلك طريحت تساؤلات حول إشراك الشباب في الجانب السياسي الدبلوماسية وكذلك في الجانب السياسي في الحكومات الحالية كانت إضاحات إيجابية كانت نقاشات بناءة السيد مارتين غريفث كان متجرد من حتى وظيفته الأممية لأنه نعرف المسؤولين الأمميين أو الموظفين حق تبع الأمم المتحدة يكونون قليل يعني شحيحين في المعلومات أو أنهم يمشون حسب أيديلوجية معينة أو سياسة معينة لكن السيد مارتين غريفث كان جدا متفتح على آراء الشباب أعتقد أنها خطوة إيجابية في طريق السلام سماع صوت الشباب سماع اقتراحات الشباب سماع رؤية الشباب للحل في اليمن في الفترة القريبة أو على المدى البعيد تأتي هذه الجلسة بعد أن اختتم مكتب المبوث الأممي إلى اليمن اجتماعا استمر خمسة أيام في الأردن مع مجبوعة من النساء اليمنيات الممثلات لستة أحزاب يمنية من أجل دعم المرأة في عملية السلام ومشاركتها سياسيا والوصول إلى مركز صناع القرار وكيفية إيجاد حلول ممكنة لعودة الحياة الطبيعية وبناء سلام مستدام عقد بمدينة سيئون لقاء تشاوريا موسعا لنخبي وقيادات العمل السياسي والمجتمعي لتوحيد الموقف الحضرمي وإبراز القضايا الدائرة في المجتمع للرأي العام والسلطات الحكومية لمعالجتها وتجاوز الإخفاقات والمشاكل ويأتي اللقاء الذي ينظمه فريق حضر موت الخير تحت شعار وحدة الصف الحضرمي ضمان لنيل حضر موت حقوقها ومكانتها وخلال لقاء شعار وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير إلى ضرورة جمع أصوات المكونات الحضرمية لتكون على طريق واحدة هدفها تنمية وخدمة للمحافظة وأبنائها والاستفادة من مواردها المتعددة كرمت إدارة قناة حضر موت الفضائية الفائزين في المسابقة القرآنية الرمضانية ربيع القلوب للموسم السادس بمبالغ مالية وشهادات تفوق وتقدير وحصلت على المركز الأول في البرنامج صفية صالح باشريف من مديرية تريم فيما حصد المركز الثاني عبد الرحمن سعيد عبد هود كذلك من مديرية تريم وكان المركز الثالث من نصيب سلمة محمد باطاهر من مديرية سيئون وفاز بالمركز الرابع المتسابق عبد الرحمن هود باحمد من مديرية سيئون وبث برنامج ربيع القلوب على القناة خلال شهر رمضان المبارك واحتضن فعالياته مجمع الصديق القرآني النموذجي بتريم المزيد في سياق التقرير الآتي وإن نكل على خلق عظيم تمثيل قرآني وحفل بهيج لتتويج المشاركين حافظي القرآن الكريم وحاملي في برنامج ربيع القلوب الذي بث عبر قناة حضر موت الفضائية خلال شهر رمضان لتمثل رسالة حضر موت الحقيقية التي خرجت إلى المجتمع الآخر بالقيام والأخلاق أحمد الله عز وجل بأن وفقني للالتحاق بهذه المسابقة وأشكره سبحانه وتعالى بأن من علي بهذا الفوز العظيم شكرا لقناة حضر موت على هذا البرنامج الرائع الذي لفت انتباه مشاهدي المحافظة بل والجمهورية كاملا وأخرج بهذه الحلة البديعة الحلة الجميلة ثلاثون حلقة تلفزيونية تم تصفيرها وإنتاجها بشكل احترافي تأهل فيها أربعة متسابقين من مديريات المحافظة المختلفة استعرض خلاله تلاوات المشاركين حفظا وتلاوة في برنامج نوعي مستمر على مدى ست سنوات ليتولوا في نهاية الحفل بجوائز ومبالغ مالية كبيرة وسط فرحات الحاضرين طبعا عندنا التكافأ في عدد المشاركين البنات والحفاظ الذكور وهذا الموسم يعتبر موسم مميز متميز أيضا بإضافة فقرة جديدة هي فقرة ورتل كان معنا أطفال صغار من حضر موت رتلوا طيلة أيام الشهر الفضيل أيضا ما يميز هذه النسخة أن الفائزة ولأول مرة طيلة ستة الأعوام فتاة يعني واحدة من الحافظات حصلت على المركز الأول وهذا يعتبر مجد كبير جدا ويعتبر أيضا فخر للفتاة الحضرمية بحفظ كتاب الله عز وجل وكما هي العادة لأسطورة الأرض والإنسان وصاحبة السمو والثقافة والتاريخ تبدع يوما بعد الآخر بتقديم محتوى يليق بالمشاهد داخل وطن وخارجه بخارطة برامجية متجددة على شاشة الحضارم الأولى حضر موت والقناة هي داعمة بشكل عام للقرآن الكريم من بدايتها وهذا أحد الخطوط الرئيسية في القناة هو دعم حفظة كتاب الله ودعم القرآن الكريم في حضر موت امتدادا للتاريخ الإسلامي الجميل الذي تحظى بها حضر موت منذ التاريخ ونشر الإسلام والتوعية في جميع أنحاء العالم فهذا جزء لا يتجزى من هذا القناة تميز البرامج الذي أسمى في إقامته الشيخ أحمد عثمان العمودي بلون مختلف ظهر في بقة قناة حضر موت البرامجية المتنوعة إلى جانب برامجها الاجتماعية والإنسانية والثقافية والدرامية لتقدم الفائدة والمطعة للمشاهد حتى صارت شاشة حضر موت جزءا من حياته اليومية ترأس مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة مفتي صمودة اجتماعا لمدراء الأمن بالمديريات وفروع الوحدات الأمنية بالمحافظة لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديريات وأشاد صمودة بدور رجال الأمن والشرطة وبالحس الأمني واليقظة العالية التي يتمتع بها رجال الأمن بالمحافظة واستعرض الاجتماع ما أنجز خلال الفترة السابقة وكيفية تلاف الأخطاء وإعداد خطة أمنية للمرحلة القادمة إضافة إلى الحملة التي أطلقتها إدارة الأمن بالمحافظة للتوعية من مخاطر المخدرات أعلنت السفارة اليمنية بالسعودية أن الجهات المختصة في المملكة قد وضعت اشتراطات صحية يسمح بموجبها بدخول اليمنيين إلى المملكة وبموجب هذه الاشتراطات الصحية يسمح بدخول اليمنيين المحصنين في تطبيق توكلنا وهم من تلقوا جرعة أو جرعتين من اللقاح داخل المملكة أو سبق لهم الإصابة فيها بشرط تقديم فحص بي سي آر سلب النتيجة وعمل فحص بصري وقياس درجة الحرارة كما يسمح بدخول اليمنيين المحصنين في اليمن بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهات الرسمية تثبت تطعيمهم جرعتين كاملتين داخل اليمن ومرور على آخر جرعة 14 يوما إضافة إلى تقديم شهادة فحص بي سي آر سلبية النتيجة أقيم في مدينة عتق بشبوة حفلا خطابيا وفنيا لنصرة المسجد الأقصى ودولة فلسطين وللتنديد بعدوان قوات الاحتلال على الفلسطينيين وانتهاك المستوطنين لحرمة المسجد الأقصى المبارك وفي الحفل أكد وكيل محافظة شبوة عبد القوي لمروق على أهمية الانتصار للقضية الفلسطينية على كافة المستويات مؤكدا أنها ستظل قضية العرب الأولى ومحط أنظارهم وعبر المتحدثون في الحفل عن إدانتهم لجرائم قوات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني مشيدين بحجم التضحيات التي قدمها الفلسطينيون طيلة سبعة عقود وسط صمت وخذلان المجتمع الدولي لهم وأعلن في الحفل الذي حضره جمع من المواطنين والمسؤولين والشخصيات الاجتماعية عن تبرع السلطة المحلية ومكتب الأوقاف في شبوة بثلاثة ملايين ريال لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة سيون اختتمت الدورة التدريبية الخاصة لإدارات المدارس في مجال التخطيط الإداري والمشاريع والأنشطة المدرسية والتي شارك فيها عشرون مشاركا من القطاعات التربوية والمدرسية وناقشت الدورة عددا من القيم والمهارات الإدارية لتطوير الإدارات المدرسية وتحقيق منجزات تعليمية داخل الصفوف وخلق بيئة تحفيزية للطلابي والطالبات وتحقيق تنمية تعليمية داخل المدارس مشاهدين الكرام نختم معكم بالحالة الجوية والبحرية الصادرة من وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضر موت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي ختام نشرتنا كالعادة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الكويتي ويتسلم رسالة من أمير الكويت وزير الخارجية يبدأ زيارة لسلطنة عمان ويبحث مع الفريق السعودي استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وزارة الصحة تطلق تطبيقاً إلكترونياً للمطعمين ضد فايروس كورونا لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وفي ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرانها على حضراتكم من استيديوهات من المكلة تقبلوا تحياتي أنا عبدالله بامونيف وهي موصولة لكم من طاقم العمل من خلف الكاميرا الزميل محمد صبيح وللمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانكم مشاهدة البث الحي للقناة على موقعنا في اليوتيوب حتى هذه اللحظة استودعكم الله الذي لا تغير ودايعه ودمتم في أمين الله